بسم الله الرحمن الرحيم يقول يكتب المعادلات الدالة على التفاعلات التالية تفاعل فلز الصوديوم مع الإيثانول ثم تفاعل مركب العضو الناتج مع الماء ناخذها حبة حبة فلز الصوديوم أن ايه مع الإيثانول CH3 CH2 OH صح إيثان يعني كربونتين OH يعني فيه OH شنو التفاعل اللي بيصير نحن ندري ان هذا رح يصير في عملية استبدال صح هذا بيحل مكان هذا وهذا بيطلع لكن يطلع وين يروح نضرب معادلة كلها بثنين ثنين صوديوم ثنين هذا عشان هذا يصير H2 صح فراح يصير عندي CH3 CH2 ONA زائد H2 تيب توزن معادلة أضرب هنا بثنين إذا تيب توزن مو شرط توزن يقولي ثم تفاعل مركب العضوي الناتج مع الماء من العضوي هذا أو اللي فوق اللي فوق هو العضوي فراح أقول هذا إيثوكسيد الصوديوم راح أفاعله مع شنو مع الماء شنو التوقع يصير ندري ان الماء H و O H اللي راح يصير يا جماعة الخير ان ال H بترجع مكانها هني والصوديوم بياخذ حبيبة ال O H يسوي الهيدروكسيد والصوديوم إذا راح يصير عندي N A O H زائد الإيثانول المرة الثانية تفاعل حمض البروبانويك مع كحول الميثيل في وجود حمض الكبريتيك المركز ناخذها حبة حبة حمض البروبانويك يعني حمض كربوكسيلي معناته فيه C O O H صح؟ وبروباني يعني ثلاث كربونات أورادي عندنا كربونا هني هاي الكربونات الثانية هاي الكربونات الثالثة حلوين كحول الميثيل ميثيل CH3 وكحول O H في وجود حمض الكبريتيك المركز اللي هو مادة نازعة اللي شنو للماء شنو راح يصير هني اللي راح يصير إجماعة الخير دام هذه مادة نازعة للماء ال H من هني مع ال O H بيطلعون وبيسووا لي شنو ماء زائد الباجي راح يشبك ببعضه فراح أقول CH3 CH2 COO راح يشبك بال CH3 اللي باجي هذا شنو هذا إستر صح؟ هذا النوع من التفاعلات مو ويانة بالكحولات هذا ويانة بالأحماض الكربوكسيلية لكن لأنه مرتبط بالكحولات ذكرناه هني تسخين الإثانول مع حمض الكبريتيك المركز في درجة حرارة 140 إثانول منو CH3 CH2 OH راح نسخنا إلى M40 درجة سيريزية في وجود حمض الكبريتيك تذكرون لما درسنا M40 و M80 قلنا M80 تحتاج مول واحد من الكحول بينما M40 راح ناخذ مولين ليش مولين؟ خلنا نتذكر التفاعل بس من الشرحة تحت هنا نفس ما شرحنا أول مرة هذا مول وهذا مول قلنا من هنا راح نشيل H و من هنا راح نشيل O H و نسوي الماء والباجي راح نشبك ببعض راح ندش الأكسجين هذي و ينشبك هذا الكلام ما تكتب الامتحان هذا كله ما تكتب الامتحان ما تحتاجه انت تحتاج بس انك تقول شنو أنا راح أطلع H2 O زائد تشبك المركب بنفسه يعني تشبك الشق هذا بنفسه وبينهم أكسجين فراح تقول CH3 CH2 وهني CH2 CH3 وتحط بينهم الأكسجين لاحظ هذا الشق هو نفسه هذا الشق وهو نفسه هذا وهما بينهم أكسجين تسخين كحول البروبيل مع حمض الكبريتيك المركز لـ 180 هنا عادية 180 البروبيل يعني ثلاث كربونات صح شذي لا ماكو أكسجين هنا CH2 هني الأكسجين هذي 180 وهذا حمض الكبريتيك المركز إذا تذكرون لما كان الدرجة الحرارة 180 كنا نقول هذي CH3 تشذي CH2 في رابطة بعدين CH2 وبعدين عندنا هني و H عدل راح ننتزع جزيء ماي من طرفين الرابطة الأخيرة هذي فرح يصير عندنا رابطة ثنائية هني و ماي صح فاللي راح ينتج راح أقول أول شي راح ينتج عندي ماي زائد رابطة ثنائية راح تكون بين هذي الكربونات وهذي الكربونات هذي سمن دقيقة راح أقول CH3 C H1 رابطة ثنائية طبعا بها الكربونات رابطة ثنائية C H2 يابي أكسدة كحول إثيل باستخدام برمنقناة البتاسر المحمضة بحمض الكبريتيك هذي كحول إثيل CH3 CH2 OH راح أسوي لعملية أكسدة ورح يعطيني شنو تذكرون وحتاخذ الأكسجينة هذي هيدروجينتين وتسوي لي شنو الماي زائد CH3 C راح أصير في رابطة ثنائية بينها وبين الأو ينتج الألدهايد لكن لأن نحن مستخدمين برمنقنات البتاسيوم وحمض الكبريتيك يعني عامل المؤكسد مع حمض الكبريتيك شنو راح يصير راح يستمر هذا التفاعل فراح يهي هذا الألدهايد ويتفاعل مرة ثانية مع العامل المؤكسد وينتج عندي الحمض الكربوكسيلي يبي امرار أبخيرة 1 بروبانول على شبكة نحاس عنده كذا عنده 300 درجة سيليزية 1 بروبانول يعني عدل لا مو عدل خليك صاحي بروبانول 3 كربونات هذا بروبانول لا تنامل خليك نحط نحاس و300 درجة سيليزية تذكرون شون يصير بهذا التفاعل اللي صير الهيدروجينة هذي تاخذ الهيدروجينة هذي وسوين لغاز الهيدروجين صح وبعد يصير فيه رابطة ثنائية بينها الكربونة وبين الأكسجينة وهذه فراح يصير عندي CH3 CH2 بعدين C رابطة ثنائية O وهني يبقى H1 شنو الناتج Aldehyde اكسجدت اثنين بيوتانول باستخدام برمنقانات البتاسي ومحمضة بحمض الكبريتيك أول شي رح يطري عليك لما تشوف الكلام هذا بتقول ينتج حمض كربوكسيلي والسلام عليكم لا الكلام مو صحيح ليش لأن هذا اثنين بيوتانول بمعناته انه كحول ثانوي خنشوف كربون كربونتين ثلاث أربع وهنا الOH صح هذه 3 هذه H هنا H2 H3 إذا بغيت تسوي لأكسيد يبتل الأكسجين هذه من برمنقانات البتاسيوم أو من الأكسجين الأكسجين هم عامل مع أكسيد شنو اللي بيصير باخذ أنا الهيدروجين هذي والهيدروجين هذي صح وكم الرابطة ثنائية هني وبس ما رح أقدر أكمل الزيادة ليش لأن هذا ثانوي بيعطيني كيتون شوف هذي C طبعا هذي CH2 CH3 رح يوقف تفاعل عند الكيتون ليش لأن هذا كحول ثانوي ما يقدر ما كو خلاص خلصوا الهيدروجينات اللي هني اللي ممكن نحذفهم عشان سوي عملية أكسيد إذا الناتج ليس حمض كربوكسيلي أولي سويت الأكسيد أوصل حق الحمض الكربوكسيلي في خطوتين أما هني لا يريد تفاعل الميثانول CH3 OH مع بروميد الهيدروجين هيدروجين وبروم شنو يعطيني نحن ندري أنه يتفاعل شنو بالاستبدال صح فالOH بيأخذ اله ويسو اللي منو الماء من يبقى يبقى CH3 ويا البروم طلع عندي هاليد الكيل قالك ثم تفاعل الناتج مع ميثوكسيد الصوديوم يعني هذا الناتج بحط مع ميثوكسيد ميثوكسيد CH3 O الصوديوم شا التوقع يصير على طول من تشوف هذا وهذا تعرف أنهم بيأخذهم بعض ويسو اللي A بيأر صح زائد شبقه CH3 O CH3 ونتج عندي إيثر طبعا هذا التفاعل الأخير ما مر علينا بالكحولات لكن رح يمر علينا بالإثارات فمش فرعة أوي يقولي كيف يمكن مقارنة ذوبان والكحولات بالإثارات وشلون نقارن بعد درجات الغليان شوفوا يا جماعة الخير لما نتكلم عن الذوبان فإحنا نتكلم عن تكوين شوف الذوبان يعني رابطة هيدروجينية مع الماء هذه الإجابة ابتعد كله في منهجنا أي واحد يقولك علل يذوب فلان فلما نقول والله الكحولات ولا الأثارات من اللي يذوب أكثر أقولك الكحولات ذوب أكثر ليش لأنها تسوي روابط أقوى مع الماء ليش لأن والله الـOH هذا بالكحول صح الفرق بالسالبية بين هذا وهذا كبير حيل لذلك الرابطة هذه قطبية حيل فتسوي روابط هيدروجينية أقوى هذا بالنسبة حق الكحول بالإيثر عندك هذه الرابطة مشكلتها ان الفرق بينهم هذيلا شوية بالسالبية ففي قطبية في دلتا موجة بدلتا سالب هذا دلتا سالب هذا دلتا موجة لكن أقل من قطبية هذول هذيلا الفرق بينهم وايد يعني دلتا سالب الهني وايد أعلى من هذه تمام فتسوي روابط هيدروجينية مع الماء بس أقل تمام أضعف فهذا يذوب أكثر من هذا خلصنا مسالفة الذوبان سالفة الغليان نفس فكرة السالبية عندي كحول رو ايج رو ايج رو ايج ذلك كلهم كحولات صح بمكان واحد أنا أبي أغلي هذا الكحول مشكلة هذا الكحول يكون مرتبط بروابط هيدروجينية بينه وبين نفسه بينه وبين نفسه ايه ليش لأنه يحتوي على الهيدروكسيل فيها هيدروجين صح فهذا دلتا سالب وهذا دلتا موجب تلقيت هذه الهيدروجينة اللي شوية موجبة ارتبطت معه السالبة وهني عندي هيدروجينة شوية موجبة سوت رابطة هيدروجينية مع الأكسجينة اللي شوية سالبة في ارتباط الكحول ارتباط زيادة الكحول يصير اقوى واضح؟ طبعا اجابة هالسؤال كتابة موجودة بالفيديوهات اللي اطافت بس انا الحين قا اوضح الفكرة مرة ثانية عشان تثبت اكثر إذن هذا درجة قليانة مرتفعة بينما هني عندي ايثر هني في شوية بتاع شنو البتاع اللي انتكلم عنه؟ اللي هو السالبية صح؟ في فرق بالسالبية شوية في شوية قطبية وهني عندنا بعد يعني خنقول هذا سي ايش ثري احتياطا عشان ما تقولون ليش كتابة بس السيات ها وهني عندنا جزئ ثاني هم في نفس المكان راح يكونوا مرتبطين برابطة مو هيدروجينية راح تكون رابطة قطبية يسمونها رابطة مادري شنهي المهم نفي رابطة بس ضعيفة ليش؟ لانهني الرابطة بين هيدروجين و اكسجين هذا موجب حيل وهذا سالب حيل بينما هني هذا سالب شوي وهذا موجب شوي فالرابطة بينهم تجاذب بينهم يكون اقل واضح؟ فهني بسبب وجود رابطة هيدروجينية درجة الغليان تكون عالية درجة الغليان تكون اقل بسبب ان الروابط بين الجزئات راح تكون بس روابط قطبية مثل ما قلت لكم اذا تابعون اجابة مكتوبة ترجعون حق فيديو الشرح نفسه مو فيديو الاسئلة يا رب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين درجة الغليان تكون م designing